لك كابتن أيمان وكل اتحايا لكل مشاهدين ومشاهدي ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من جوانس بيرج مقر إقامة تفريق للنادي الأهلي وآخر استعدادات تفريق للنادي الأهلي لملاقات تفريق ماميلودي ساندونز في مباراة دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا طبعا مباراة مهمة جدا في غاية الأهمية في مشوار النادي الأهلي نحو البطولة الحداثة عشر بإذن الله النادي الأهلي طبعا أدى تدريبين هنا على ملاعب جوانس بيرج التدريب الأول كان على ملاعب نادي كايزر تشيفز اللي استقبلت تدريبات النادي الأهلي وشفنا حفاوة الاستقبال واعتزازهم بقيمة ومكانة النادي الأهلي والمدير الرياضي للنادي كايزر تشيفز قال النادي الأهلي ليس فخر لي مصر فقط ولكن فخر للقرة السمراء النادي الأهلي مش مجرد أرقام إحنا سمعناها النادي الأهلي أرقام وواقع إحنا بنشوفه بنرحب بالنادي الأهلي نادي القرن الإفريقي كان التدريب أكثر من رأى للنادي الأهلي التدريب الأول على ملاعب كايزر الشيفز ثم بالأمس كان التدريب الرئيسي على الملعب الذي يستطيعه في أحداث اللقاء ملعب السوكر سيتي أعيز أوليك كابين أيمن واحد من الملعب التحف المعمرية هنا في جنوب إفريقيا بالمناسبة كان استضاف نهاية كأس العالم 20 عشر واستضاف مباريات كأس العالم 20 عشر واحد من الملعب المميزة جدا طبعا هو من الملعب المقررة الفريق كايزر الشيفز أرض الملعب النجيل الطبيعي ملعب مميز جدا لقص تحسان طبعا مستر بيتسو موسيماني والعاب النادلي وأيضا من المقرر أن يكون حضور الجماهيري طبعا طبقا للمرسلات اللي تمت ما بين المسؤولي نادي ماميلو دي سانداونز والاتحاد الأفريقي حضور ألفين متفرد من جانب جماهير ماميلو دي سانداونز لكن أقولك على نقطة مهمة جدا أن نظم الشعبية هنا في جونسبرج اللي بيتمتع بها فريق كايزر الشيفز وفريق أورلاندو يعني هنشوف أكيب بعض الجماهير من جماهير كايزر الشيفز أو أورلاندو لمسندة ومؤذرة النادلي بالنسبة للتدريبات النادلي طبعا كانت حالة البدنية اللي عليها العبت النادلي والحالة الجايزية والتركيز والمحاضرات اللي بعقدها مستر بيتسو موسيماني يعني على المدار الفترة الماضية منذ وصول البعثة لي جونسبرج طبعا جهاز الطب بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة بذل محاولات مكثفة من أجل اللحاق محمد دهاني بي المباراة لكن خلينا أكد لك أن محمد دهاني خلاص هيكون خارج المباراة اليوم طبعا دكتور أحمد أبو عبلة جلسات الاستشفاء جلسات العلاج التقيلية قال لك من الأفضل أن احنا ما نجذفش به طبعا بعد شعوره بألام في العضلة الضمة في مباراة تاب بيرامدس قال عندنا مشوار مهم جدا مش عايزين نجازب به النهاردة لسه عندنا مباراة المريخ السوداني لكن كريم فؤاد ده يعني واحد من اللعبة ومفاتيح اللعبة المهمة جدا لأنه دهالي اللي ظهر بشكل أكثر من رعا مستر بيتسو موسيماني يتكلم معاه في أكثر من مرة وشوفنا في التدريبات بيظهر بصورة أكثر من رعا والتعاون والانسجام اللي بينه وما بين خط الدفاع سواء ياسر إبراهيم سواء رامي ربيعة سواء محمد عبد المنعم أيمن أشرف وعلي معلول خلينا أقول لك برضو أن مستر بيتسو موسيماني يعني من الملامح من الممكن يرجع لطريق 4-3-3 بعودة حمد فتحي بجوار السلية وديانجي في هذه المباراة المحاضرات اللي بعقدها مستر بيتسو موسيماني اطمئنان الكابتن محمود الخطيب على البعثة النادلالي باستمرار يعني عايز أقول لك يومياً الكابتن محمود الخطيب يفتح خطوط اتصال مع الدكتور محمد دشاوي والكابتن حسام غالي أستاذ طارق أنديل لمتابعة كافة الأمور كل كبيرة وصغيرة أيضاً الدور اللي بتقوم به السفارة المصرية الجالية المصرية هنا كل الأمور مهيئة إن شاء الله عايز أقول لك برضو أن درجة الحرارة أكثر من رائعة هنا في جنوب فريقا بتكلم في درجة الحرارة حالياً في 22 درجة مقوية إن شاء الله هتستمر نفس الدرجة في المباراة وبإذن الله كابتن أيمان احنا طبعاً خلال اللحظات هيكون التحرك لملعب المباراة اللي بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي أهلي بـ 25 دي إن شاء الله يوم يكون مميز لفريق النادي الأهلي إن شاء الله اللي بيمركزة إن شاء الله إنها تحقق انتصار النهاردة على فريق ماميلودي ساندونز من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمان شاوي